أبنائي وبناتي تلاميذ الصف السادس اللي تدعي أهلا بيكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل مع بعض إن شاء الله تدريبات سلاح التنميز على المفهوم الثاني الجسم كنظام الفصل الدراس الأول على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد تفرز الغدد الصماء نقط لتساعد الجسم على أداء وظائفه المختلفة الأملاح، الهرمونات، البروتينات، اللعاب طبعا الغدد الصماء بتفرز أقول له إيه؟ الهرمونات السؤال رقم اتنين يطلق أو يطلق على النشاء الحيواني اسم البروتين، الجيلوكوجين، الفيتامينات، الأملاح طبعا أقول له الجيلوكوجين السؤال رقم ثلاثة يتم امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم فيه يعني العناصر الغذائية في الطعام المهضوم بيمتص فين بالزبط؟ الكبد، الأمعاء الدقيقة، الحويصالة الصفروية، المستقيم طبعا أقول له إيه؟ الأمعاء الدقيقة السؤال رقم أربعة يرسل نقط في الجهاز العصبي إشارات إلى الجسم للاستجابة عند وجود خطر؟ يا طرى مين يرسل إشارات؟ القلب ولا الكبد ولا المخ ولا المعدة؟ طبعا أقول له مين؟ أقول له المخ السؤال رقم خمسة تصب الأنزيمات من البنكرياس والحويصالة الصفروية فيه؟ يبقى الأنزيمات تصب من البنكرياس والحويصالة الصفروية فيه المعدة ولا الكبد ولا المعاء الدقيقة ولا المريء؟ أقول له على طول الأمعاء الدقيقة يبقى الأنزيمات الكبد والحويصالة الصفروية بينزلوا فين أو يصبوا فين فيها المعاء الدقيقة السؤال رقم 6 يحدث نقطة لعضلة الحجاب الحاجز أثناء عملية الشهيط؟ انقباض ولا انبساط؟ أقول له على طول انقباض السؤال رقم 7 في عملية نقطة يتم طرد البول خارج الجسم؟ في عملية التنفس ولا الهضم ولا الإخراج ولا النقل؟ أقول له طبعا إيه؟ الإخراج رقم جيم الإخراج السؤال رقم 8 يتكون الجهاز العضلي نقطة من العضلات والعزام الهضمي جهاز العضل الهضمي ولا الدوري ولا الهيكل والعصبي طبعا أقول له إيه؟ الهيكلي يبقى الجهاز العضلي الهيكلي بيتكون من العضلات والعزام رقم 9 يتكون الجهاز نقطة من عضلة القلب والأوعية الدموية الهضم ولا التنفس ولا الدوري ولا العصبي طبعا أقول له الجهاز إيه؟ الجهاز الدوري السؤال رقم 10 تنقي الكلية الدم من المواد الضارة بما يصل إلى كام مرة في اليوم 156 أو 300 مرة في اليوم يعني الكلية بتنقي الدم حوالي 300 مرة في اليوم أسأل رقم 11 يقوم الجهاز نقط بتخليص الجسم من الفضلاط الزائبة في الدم على طول الجهاز البولي السؤال الثاني أكمل العبرات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين رقم 1 عند إنقباد العضلات نقط طولها يتقلص ولا يتمدد طبعا أقول له إيه يتقلص طولها يعني طولها بيعمل إيه بينقص بيقل سؤال رقم 2 يحتوي اللعاب على نقط تعمل على تفكيك الطعام في الفم إنزيمات ولا هرمونات أقول له طبعا على طول إيه إنزيمات السؤال رقم 3 تستخلص الرائتين غاز نقط أثناء عملية الشهيق ثاني كسود الكربون والأكسجين أقول له أثناء الشهيق الأكسجين سؤال رقم 4 يتجمع البراز داخل نقط لحين التخلص منه أقول له داخل المستقيم ولا الكبد أقول له طبعا داخل إيه المستقيم لحين التخلص منه رقم 5 لا نستطيع التحكم في العضلات أقول له إيه العضلات اللا إرادية أنا ما قدرش أتحكم مثلا في عضلة القلب ليه؟ من جنيد عضلة لا إرادية وإحنا درسنا الحاجات دي في الدروس اللي فاتي السؤال رقم 6 أثناء الزفير نقطة الحجاب الحاجز أقول له إيه؟ ينقبض ولا ينبسط في الزفير أقول له ينبسط لكن فيه الشهيق بيعمل إيه؟ بينقبض السؤال رقم 7 زيادة ضربات القلب عند الخوف تعتبر استجابة من الجهاز الهضمي ولا الدوري طبعا أقول له الجهاز الدوري السؤال رقم 8 فضلات الطعام الصلبة هي البراز ولا البول الصلبة أقول له إيه؟ البراز السؤال رقم 9 يطلق مصطلح القولون على الأمعاء الغليزة ولا الدقيقة أقول له الغليزة السؤال رقم 10 تحتوي نقطة على نفرونات تنقل دم من الفضلات الكليتين ولا الرئتين؟ طبعا النفرونات دي موجودة فين؟ موجودة في الكليتين السؤال الثالث ضع علامة صحة أو علامة قطأ أمام العبارات الأتائية رقم 1 يعمل اللعاب الموجودة في الفم على تليينة الطعام وأنت بتاكل الأكل بيعمل إيه؟ بعد ما تحطه بقها بشوية اللعاب بيعمل إيه؟ بيعمل على تليينة الطعام أقول له العبارة صحيحة السؤال رقم 2 الغاز الناتج عن عملية الزفير هو ثاني أكسيد الكربون أقول له العبارة صحيحة الغاز اللي هو بينتج من عملية الزفير ده ثاني أكسيد الكربون رقم 3 يتم تخزين الجولوكوز بواسطة الكبد والعضلات في صورة تيوريا أقول له العبارة إيه؟ العبارة خاطئة السؤال رقم 4 ينتقل الطعام غير المهضوم من المعاء الغليظة إلى المعدة أقول له العبارة خاطئة طبعا بينتقل الطعام غير المهضوم من المعاء الغليظة إلى خارج الجسم السؤال رقم 5 يضخ الجهاز الهضمي الدم إلى العضلات لتقوم بالحركة أقول له العبارة إيه؟ العبارة خاطئ ليه؟ ده بيضخ الجهاز الدوري اللي هو القلب والشريين تمام كده؟ بيضخ الدم إلى العضلات لتقوم بالحركة السؤال الرقم 6 عدم تخلص الجسم من الفضلات يصيب الجسم بالأمراض هقوله العبارة خطأ العبارة صحيحة يا سأل لأن لازم ولابد أن الجسم يتخلص من الفضلات عشان دي الفضلات بتكون ضر السؤال الرقم 8 يمر الطعام إلى المعدة خلال المريء هقوله العبارة صحيحة يعني عشان الطعام ينزل للمعدة لازم أنه يمر من خلال المريء الأول السؤال الرقم 9 يتحرك الجسم عند انقباض وأنبصات العضلات الهيكلية أقوله العبارة صحيحة عشان الجسم يتحرك لازم العضلات الهيكلية العضلات تمام بتنقبض وإيه وتنبسط السؤال الرقم 10 جهاز الغدد الصماء يحافظ على ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم عند التعرض الخطر أقوله العبارة إيه العبارة صحيح السؤال رقم 11 يقوم الجهاز التنفسي بتفكيك الطعام إلى أجزاء صغيرة يستفيد منها الجسم لا طبعا أقوله العبارة خطأ ليه ده الكلام دوك على الجهاز الهضمي السؤال الرقم 12 تستخدم الخلايا العناصر الغذائية في عملية التنفس الخلوي أقوله هذه العبارة إيه صحيحة السؤال الرقم 13 تخرج الفضلات من مسام الجلد في صورة عرق أقوله العبارة إيه العبارة صحيحة السؤال الرقم 14 يسمى الجزء الأخير من الأمعاء الضقيقة بالمستقيم أقوله العبارة إيه العبارة خاطئة ده طبعا من الأمعاء الغليظة الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة ده اسمه المستقيم السأل رقم 15 أو برضو بيسمى برضو إيه القولون السأل رقم 15 المواد الإخراجية مواد تنتجها خلايا الجسم أقوله العبارة إيه العبارة صحيحة السأل رقم 16 من مكونات البولة الماء واليوريا أقوله العبارة إيه العبارة صحيحة السأل رقم 4 اختر من العمود ألف ما يناسب العمود بها هنا هو العمود ألف بيقول إيه الرئتين القولون الكيلية عضلة القلب الفم السؤال العمود بيقول إيه ترشح الدم من الفضلات الزائبة لتدخ الدم تخلص الجسم من الفضلات الغازية يجمع الطعام غير المهضوم لحين التخلص منها الرئتين الرئتين أقول له على طول دي بتخلص الجسم من الفضلات الغازية اللي هي إيه اللي هو سياني أكسيد الكربون طب بالنسبة ليه القولون القولون أقول له بيجمع الطعام غير المهضوم لحين التخلص منه طب بالنسبة ليه الكلية أقول له الكلية دي بترشح الدم من الفضلات الزائبة دي بالنسبة لمين للكيلية وأخيرا طبعا عضلة القلب دي بتضخ الدم إلى جميع الجسم السؤال الخامس أكتب المصطلح العلم الذي تدل عليه العبارات الغازية رقم واحد العضلات التي يمكن التحكم في حركتها في عضلات أنا ممكن أتحكم في حركتها وفي عضلات لا يمكن التحكم في حركتها دي بنقول عليها العضلات الإرادية التي يمكن التحكم في حركتها أما العضلات التي يمكن التحكم في حركتها اللي هي العضلات اللا إرادية يبقى هنا أقول له إيه العضلات اللا إرادية فتحة عضلية توجد في نهاية الجهاز الهضمي أقول له على طول فتحة الشرج عملية تحويل الغذاء المعقد إلى مواد بسيطة ليسمعها عملية الهضم وحدية مجهرية توجد داخل الكلية لترشيح الدم من الفضلات الضارة رقم خمسة خلايا على شكل ألياف طولية لتسمح بالحركة أقول له الخلايا العضلية سأل رقم ستة نوع من الفضلات يتكون من استهلاك البروتينات أقول له طبعا إيه اليوريا السؤال السيدي صوب ما تحته خط يعني اللي تحته خط ده غلط إحنا نعمل إيه إحنا هنصححه رقم واحد يتكون العضو من مجموعة من العضو بتكون مجموعة أجهزة أقول له لا طبعا ده بتكون مجموعة من الأنسجة سؤال رقم اثنين عضلات الزراع من العضلات اللائراضية أقول له لا طبعا اللائراضية طبعا خطأ أقول له العضلات الإراضية رقم ثلاثة الجهاز الهضمي يستخلص الأكسجين من الهواء الجوي طبعا الجهاز الهضمي ده هنا خطأ أقول له الجهاز مين الجهاز التنفسي السؤال رقم خمسة ينتهي الجهاز الهضمي بفتحة الفم الفم خطأ أقول له بفتحة الشرج يبقى الجهاز الهضمي ينتهي بفتحة الشرج ويبدأ بفتحة الفم سؤال رقم ستة ينتقل العرق من الكلية إلى المسانة خلال أنبوب رفيع العرق دي ايه خطأ اقوله طبعا ايه البول السؤال الرقم سبعة يتم تفريغ البول في المسان عبر المستقيم المستقيم خطأ اقوله عبر مين القناة البول السؤال السابع اكمل العبارات الاتية رقم واحد تنقسم العضلات في جسم الانسان الى نوعين النوع الاول اقوله العضلات الارادية النوع التاني اقوله ايه العضلات اللا ارادية سؤال رقم اثنين ينقل الجهاز نقطة الاكسجين الى العضلات والمخ أقول له طبعا الأكسجين بينقل عن طريق الجهاز الدوري سعر رقم ثلاثة الجهاز نقط يفتت الطعام ليستفيد الجسم منه الجهاز الهضمي ده بيفتت الطعام عشان الجسم يستفيد من الطعام سعر رقم أربعة ينطق النقط من الكلية خلال أنبوب رفيع إلى المسانة أقول له إيه البول سعر رقم ثمانية لاحظ الأشكال ثم أجب عن الأسئلة الآتية رقم واحد أو ألف الأشكال المقابلة لأجهزة في جسم الإنسان يعني ده جهاز في جسم الإنسان والتاني ده جهاز في جسم الإنسان رقم ألف الشكل واحد يمثل الجهاز إيه ده طبعا الشكل واحد ده بيمثل الجهاز أقول له الهضمي رقم بقى الشكل اتنين يمثل الجهاز اتنين دوت أقول له ده بيمثل الجهاز إيه الجهاز البولي رقم جيم الجهاز في الشكل نقط مسؤول عن هضم الطعام أقول له إيه فيه الشكل واحد طيب يتخلص الجسم من قلبة أو اللي بواسطة الجهاز رقم أقول له رقم إيه رقم إثنين السؤال الثاني الشكل المقابل لجهاز في جسم الإنسان الشكل ده ده إطارها يمثل شكل الجهاز إيه أقول له الجهاز التنفسي رقم بقى من وظائف هذا الجهاز إيه وإيه أقول لك من وظائف الجهاز ده امتصاص الأكسجين وطرد ساني أكسيد الكربون السؤال رقم جيم العدو الذي يمثله الجزء ألف هو طبعا العدو ده أقول له مين ده اسمه الرئة طيب رقم ده الأذكر اسم العضلة التي تساعد في عمل هذا الجهاز طبعا أقول له العضلة اللي هين كده دي دي اسمها عضلة الحجاب الحاجز السؤال رقم ثلاثة أكتب رقم كل عدوة أمام الوظيفة الخاصة به رقم ألف عدو تتجمع فيه فضلات الطعام غير المهضوم أقول له رقم ثلاثة رقم كام؟ ثلاثة السؤال رقم اثنين اللي هي مين؟ اللي هي معاه الغليزة السؤال رقم با عدو يقوم بإخراج الفضلات الغازية أقول له مين؟ الرقم اثنين العدو رقم ايه؟ اثنين اللي هي؟ الرئة السؤال رقم ثلاثة عدو ينق الدم من اليوريا؟ أقول له العدو رقم ايه؟ رقم واحد السؤال التاسع رقم واحد العضلة القلبية من العضلات اللا إرادية أذكر السبب لأنها تتحرك تلقائيا ولا يمكن التحكم بها أنت تقدر تتحكم في ضربات قلبك لا طبعا لأنها تتحرك تلقائيا أنت ما تقدرش تتحكم فيها السؤال رقم اتنين أذكر وظيفة واحدة لكل عضلة من العضلات التالية عضلة القلب عضلات الفك عضلة الحجاب الحاجز عضلات الأمعاء أقول لك عضلة القلب دي ضخ الدم لجميع أجزاء الجسم رقم اتنين عضلة الفك دي بتساعد الأسنان على مضغ الطعام رقم تلاتة عضلة الحجاب الحاجز دي بتساعد في عملية التنفس رقم اربعة عضلات الأمعاء تحرك الطعام أسأل رقم تلاتة ثلاثة ما سبب التنوع في شكل الخلايا وحجمها في الكيانات الحية ليه شكل الخلايا وأحجامها مختلفة متنوعة أقول لك لأن كل خلية لها وظيفة معينة فكل خلية بتختلف في شكلها وحجمها حسب وظيفة سار رقم أربعة قارن بين الجلد وفتحة الشرج من حيث نوع الفضلات التي يتم التخلص منها أقول له الجلد نوع الفضلات أقول لك بيتخلص من الفضلات الزائبة في صورة عرق طف بفتحة الشرج أقول لك تتخلص من فضلات الطعام الغير مهدوم طبعا في صورة إيه؟ في صورة براس السؤال رقم خمسة ما الوظيفة التي تعمل بها كل العضلات أو الطريقة ما الطريقة التي تعمل بها كل العضلات أقول لك تتحرك العضلات عن طريق الانقباط والانبساط سار رقم ستة والأخير ما الفرق بين العضلات الإرادية واللا إرادية أقول لك العضلات اللا إرادية لا يمكن التحكم في حركتها طب بالنسبة للعضلات الإرادية أقول لك يمكن التحكم في حركتها لأنها بتعمل تلقائيا أو تتحرك تلقائيا من تلقائي نفسها بكده يا حباب قلبي ننتهي من حل تدريبات سلاح التنميز على المفهوم الثاني الجسم كنظام بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لك أسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته